تبادل رئيس عبد الفتح السيسي برقية التهنئة مع أصحاب الجلالات والفخامة والسموة ملوكي ورؤسائي وأمراء الدول العربية والإسلامية وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وقد أعرب الرئيس السيسي في برقيته لزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة داعيا الله تعالى أن ينعم عليهم بموفور الصحة والسعادة وعلى شعوبهم الشقيقة بالمزيد من السلام والاستقرار والرخاء هذا وبعت رئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلم مصر بالخارج نقلتها صفرات مصر وقنصليتها حول العالم بمناسبة حلول الذكرى المباركة حيث هنأهم الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف وتمنى له من توفيق ونجاح كما طلق رئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن أصدق تهنئهم لرئيس السيسي وأطيب تمنياتهم لمصر العزيزة بدوام التقدم والازدهار